بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعينه الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أعزائي طلاب طلاب مرحلة الصف السادس الابتدائي في دروس لغة العربية تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم النهاردة إن شاء الله هنتكلم بقى عن درس مهمة أوي درس كان وأخواتها أنا عندي كان وأخواتها من أهم الدروس واللي هكامل معنا إن شاء الله في المرحلة الإعدادية والثانوية يعني التأسيس بتاعك ده هيفضل معاك إن شاء الله لحد المرحلة الإعدادية والثانوية طيب خلونا نعرف مين هما كان وأخواتها وبيعملوا إيه بالضبط في النحو تعالوا نشوف مع بعض مين هما كان وأخواتها دول أنا عندي كان نتعرف كده على العيلة كان وأصبح وأضحى وأمسى وبات وظل وصار وليس لو أنتم ملاحظين كده على الشاشة هم دول كان وأخواتوها طيب إحنا كده تعرفنا على العائلة أهلا وسهلا طيب العائلة دي بقى بتعمل إيه اللي كان وأخواتوها تدخل على الجملة الإسمية هي بتخش على الجملة الإسمية أفعال هي أفعال ناسخة ناقصة تدخل على الجملة الإسمية إيه ده إيه ده طب سواني كده وحدة وحدة إيه أفعال ناقصة ويعني إيه أفعال ناسخة أفعال ناقصة إحنا متعودين دايما إن أي فعل بيقول لي فعل ومفعول لأ المرة دي بقى الأفعال دي ملهاش ولا فاعل ولا مفعول عشان كده بيسموها أفعال ناقصة كأنهم في النحو بيعيروها بيقولوا لها أنت أفعال ناقصة عشان ما لكيش ولا فاعل ولا مفعول فسموها أفعال ناقصة طب يعني إيه مستر أفعال نسخة الأفعال النسخة معنى كلمة النسخ يعني التغيير يعني لما بتيجي تخش على الجملة الإسمية بتغير شوية حاجات كده وشوية تفاصيل طيب خلونا نعرف إيه التغيير اللي هيحصل لما كانوا أخواتها دي تخش على الجملة الإسمية تعالوا بنا نعرف بس قبل ما نخش كده على الجمل عايزين نفتكي كده مع بعض كانوا أخواتها نرددها مع بعض كان أصبح أطحى أمسى ضلّى باتى صارى ليسى دول كده إيه أخوات كانة وأخوات كانة دول بتخش على الجملة أحسنتم الإسمية تعالوا كده نشوف الأمثلة ونشوف كانوا أخواتها دي بتعمل إيه بالزبط أحباء الطلاب أنا اتفاقتي معاك إن كانوا أخواتها بتخش على الجملة الإسمية طب الجملة الإسمية كانت مكونة من ركنين أساسيين إيه هم ما؟ المبتدأ والخبر جميل أوي طيب قال لي لما بتخش عليهم كانوا أخواتها بتعمل لي شوية مشاكل كده إيه هي؟ قال لي بترفع المبتدأ بس بتغير الإسم وهتجعل الإسم أو هتجعل المبتدأ إسماً لها يعني إحنا هنغير الإسم بتاعة كلمة مبتدأ وهنخليه إسم كانة طيب بالنسبة حضرتك للخبر قال لي الخبر بقى بتغير الإسم بتاعه وبتغير كمان العلامة يعني بنقول على الخبر ما بقاش خبر كده عادي مرفوع بالضمة لا هيبقى خبر منصوب وخبر كان منصوب يبقى تاني كده واحدة واحدة أنا عندي كانوا أخواتها لما بتخش على الجملة الإسمية بتخلي المبتدأ بتغير إسمه طبعاً وبتقول عليه إسم كانة وبيكون مرفوع طيب بالنسبة حضرتك للخبر الخبر بتخليه منصوب هنا بقى إيه اللي يتغير الإعراب يبقى أنا عندي اللي يتغير مش الإسم بس لا ده الإسم والإعراب ده الكلام ده فين في المبتدأ ولا الخبر في الخبر طيب تعالوا كده نشوف بعض الأمثلة وانطبق سوا بيقول لي المبتدأ والخبر بعد الدخول كانوا أخواتها عليهما هنشوف كده إيه اللي بيحصل أولاً أحبائي السماء صافية تعالى نعرف كده السماء ده مبتدأ مرفوع علامة رفعي الضم دي جملة إسمية طيب السماء ملها صافية يبقى اللي يكمل لي معنى الجملة كلمة صافية يبقى خبر مرفوع علامة رفعي الضم أنا والله حضرتك يا مستر عارف إن المبتدأ والخبر طول عمرهم مرفوعين طيب لما تخش عليهم كانوا أخواتها إيه اللي يحصل يبقى المبتدأ هيبقى مرفوع تمام والخبر هيكون منصوب عشان كده احنا سميناها أفعال ناسخة ناسخة عشان بتغير لي لأن كانوا أخواتها ما قدرتش تتشطر على الجملة الفعلية احنا اتفقنا إن هم ليه سموها أفعال نقصة عشان ولا لها فاعل ولا لها مفعول ما قدرتش تاخد ولا حق ولا باطل مع الجملة الفعلية فهم بيعيروها في النحو بيقولولها أنت كانوا أخواتها أنت أفعال بس ملكيش فاعل ولا مفعول وحضرتك دخلت على الجملة الإسمية فنصبت عليها واستقويت على الجملة الإسمية فغيرت المبتدأ بقى اسمه اسمي كان والخبر هنخليه خبر كان بس الخبر ما غيرناش الاسم بس ده احنا غيرنا الاسم والإعراب بقى الخبر كمان منصوب طيب السماء الصفية لو أنا عايز السماء الصفية تخش عليها كانوا أخواتها إيه اللي يحصل؟ هتبقى كانت السماء صافية ركز معايا قوي وخلي بالك من التشكيل طب تعالي نعرف كده هنعرف الكلام ده إزاي كان مستر بنعرفها إزاي كان أو كان وأخواتها بنعرفها فعل ماضي ناقص ناسخ يبقى احنا بنعرف الأفعال دي إزاي بنوع عليها فعل ماضي ناقص ناسخ طب احنا عرفنا يعني إيه ناقص ويعني ناسخ ناقص يعني هي أفعال ولا ليها فاعل ولا ليها مفعول طب ويعني ناسخ ناسخ يعني بتغير لي في الجملة طب ليه التغيير اللي غيرته التغيير إن هي أو التغيير إن هي خلت الخبر منصوب طيب يبقى أقوله كانت السماء صافية ما ينفعش إن احنا نقول صافية غلط يبقى نقولك كانت السماء صافية طب السماء تعرف إيه؟ ما ينفعش أقول مبتدأ كان غلط إحنا عندنا بقى كانوا أخواتوها خلاص غير بال إيه؟ الأسماء دي كلها عايزة تعمل لنفسها شخصية هي ما عرفتش تخشها على الجملة الفعلية وما عرفتش تثبت شخصيتها معاه طب هتعمل إيه بقى الجملة الإسمية؟ تفرد بقى شخصيتها فهنقول على المبتدأ بدل ما كنا بنقول عليه مبتدأ نقول عليه اسم كان مرفوع علامة رفعي الضم جميل طب وكلمة صافية هنقول عليه خبر بس المرة دي هنقول خبر كانت منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب ناخد مثال تاني عشان نفهم أكتر ناخد مثال تاني الجو حارن طيب الجو حارن تعال نعرف كده دي جملة إسمية طيب الجملة الإسمية يعني مبتدأ وخبر طب تعال كده نشوف الجو مبتدأ مرفوع علامة رفعي الضم ممتاز الجو ماذا؟ إيه اللي أكمل المعنى؟ الجو حارن يبقى حارن خبر مرفوع علامة رفعيه الضم طيب أنا لو عايز أدخل عليها كان وأخوته خلي بالك أنا من الشرط أن أدخل كنف كل مرة أنا ممكن أدخل حاجات كتير فهقوله مثلا كان الجو حارن وممكن برضه أقوله صار الجو حارن يعني مش شرط أن أحطه كل مرة كان طيب كان الجو حارن تعال نعرف أنا سمع طالب شاطر بيقول لي تعال نعرف يا مصر تعال كان فعل ماضي ناقص ناسخ أحسن الجو ينفع نقول مبتدأ كان لا خلاص بقى إحنا اتفقنا هيبقى اسمه اسم كان مرفوع علامة رفعي الضم حارن هنقول خبر كان مرفوع ولا منصوب أحسنتم يبقى أقول خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب بعد ذلك نخدم مثال كمان المدرسة منارة المدرسة مبتدأ مرفوع علامة رفعي الضم منارة خبر مرفوع علامة رفعي الضم تعال ندخل أي حد من أخوات كان صارت صارت تفيد معنى التحويل يعني بتحول الحاجة يعني ما جاقول لك مثلا صارت الدقيق خبزا يعني بيفيد تحويل من حالة لحالة صارت المدرسة منارة طيب تعال نعرب صارت فعل ماضي ناقص ناسخ طيب المدرسة اسم صارت مرفوع علامة رفعي الضم منارة هقول له خبر صارت منصوب علامة نصبي الفتحة خلي بالك انت خدت بالك من ايه ان انا لازم ان اقول له ده اسم صارت على حسب الكلمة اللي موجودة عندي سواء بقى كان او ليس او صارت او امس هقول له على حسب الكلمة الموجودة عندي طيب بعد ذلك المكان مناسب لو انا مرة دي عايز ادخل حاجة تفيد النفل خلي بالك ان كل الافعال اللي يبتعك كانوا اخواتوها تفيد الاثبات الحاجة الوحيدة اللي بتفيد النفل ليس يبقى ليس دي فعل ماضي ناقص ناسخ ولكن يفيد النفل طيب خلينا نشوف فهقول لك ليس المكان مناسبا طيب تعال نعرف ليس فعل ماضي ناقص ناسخ والمكان اسم ليس مرفوع وعلامة رفعي الضم خلاص بقى احنا ايه هنشتغل على اساس الكلمة الموجودة عندي ليس او صارة او ظلة وهكذا طيب كلمة مناسبا مناسبا احبائي هي اللي اكملت المعنى يبقى دا خبر طيب خبر منصوب ولا مرفوع ايو اركز بقى كده معايا يبقى انا اقول له دا اه دا خبر ليس يبقى خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة ممتاز طيب اخر حاجة الزيارة ممكنة عايزة حط برضو ليس عشان تفيد النفل فهقول له ليست الزيارة ممكنة اهم حاجة جماعة ان احنا نحط الضبط يعني الضبط الضبط يعني التشكيل الضبط يعني انت تحط العلامة الاعرابية على اخر الحرف فانا هقول له ليست الزيارة ممكنة لو احنا مركزين في الشاشة هنلاقي ان ممكنة محطوطنا عليها تنوين بالفتحة وده مهم جدا يبقى تعالى نعرب ليست فعل ماضي ناقص ناسخ والزيارة اسم ليست مرفوعة علامة رفعيه الضمة وممكنة خبر ليست منصوب وعلامة نصبه الفتحة تعالى ناخد امثلة تاني برضو هنجيب مبتدأ وخبر ونشوف مبتدأ وخبر لما دخل عليه كانوا اخواته المجاهدون منتصرون اه ده انا عندي هنا بقى جايب لجامعة مذكر السالم طب هيبقى ايه ظروفه فاكرين جامعة مذكر السالم كان يرفع بايه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء طب لما جا دخل عليه كان ايه اللي هيتغير المبتدأ ولا الخبر يبقى الخبر يبقى انا اخلي الخبر منصوب طب منصوب بالواو لا يبقى نقول منصوب بالياء طب خلينا نجرب كده ونشوف يبقى المفروض هنا اقوله كان المجاهدون منتصرين طب ايش معنى منتصرين عشان منتصرين دي خبر كان منصوب وعلامة نصبيه هنا الياء لانه جامع مذكر سالم الطالبان مجتهدان ده كده مثنى المثنى كم يرفع بالالف وينصب ويجرب الياء لما اقولك دخل عليك انا واخواتها هنعمل ايه يبقى هنقول ان المبتدأ مرفوع زي ما هو ما فيش اي مشكلة ولكن الخبر هيكون منصوب فهقوله صار الطالبان مجتهدين يبقى مجتهدين خبر صار منصوب وعلامة نصبيه الياء السبب لانه مثنى بعد ذلك الممرضات حاضرات ده جامع المؤنث السالم احنا عايزين بقى نفتكر يبقى جامع المؤنث السالم كان بيرفع بالضمة وينصب ويجرب الكسرة يبقى لما تخش عليك انا واخواتها يبقى الخبر المنصوب بتاعها هيكون ماله منصوب بالفتحة ولا منصوب بالكسرة يبقى نقول منصوب بالكسرة لانه جامع مؤنث سالم يبقى هقوله ليست الممرضات حاضرات ولازم نحط له أحسنتم التنوين بالكسر في الآخر عشان دي العلامة الإعرابية بعد ذلك بيقولي المساجد كثيرة ده مفرد عادي جدا هقوله أصبحت المساجد كثيرة ولازم نركز أوي يا جماعة في ضبط العلامة الإعرابية وبأكد على النقطة دي يبقى هقوله أصبحت المساجد كثيرة الولدان قويين هتبقى ظل الولدان قويين يبقى أنا هنا جبت المثنى ماله في الخبر منصوب وعلامة نصبه ألياء نأتي بعد ذلك إلى المثال الأخير بيقولي القراسات منظمة أو القراسات منظمة هنا أحباء طلاب لما أجي خليها خبر لأصبح أو خبر لكان هكون منصوبة فأقول ليست القراسات منظمة لازم نحط له التنوين بالفتح يبقى إلا أنا استنتجته كده إن كانوا أخواتها بتعمل إيه في الجملة الإسمية خلي بالك أنا بقولك بتدخل على جملة أنهي الإسمية لأن هي أصلا ما قدرتش تتشطر على الجملة الفعلية ما هو لو كانت تتشطرت على الجملة الفعلية كان بقى لها فاعل ومفعول وبالتالي هي دخلت على الجملة الإسمية طيب خلونا كده بقى ناخد نموذج إعرابي كده بسيط يعني نلخص فيه الإعراب بتاعنا أعرب الجملة الآتية بيقول لي ليس الصادقون نادمين تعالي نعرب ليس أيوة أنا سمع طالب شاطر بيقول لي أنا عندي أول حاجة كلمة ليس فعل لماضي ناقص ناسخ بيعمل إيه يرفع المبتدأ وينصب الخبر جميل بعد ذلك الصادقون هقول له الصادقون اسم ليس مرفوع وعلامة رفعيه أقول الضمة لا غلط يبقى أقول له مرفوع علامة رفعيه الواو لأنه جمع مذكر سالم أهم حاجة يا جماعة ناخد بنا من العلامات الإعرابية وركز أوي الكلمة اللي قدامي هل هي مفرد أم مثنى أم جمع مذكر سالم أم جمع مؤنف سالم طيب أمالك بالنسبة لكلمة ناديمين أنا أعرفها إزاي يبقى هقول له كلمة ناديمين نكون بأعربية كالتالي خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الياء طيب لماذا للياء لأنه أحسنتم جمع مذكر سالم بعد ذلك نستنتج القاعدة خلونا كده نرجع ونشوف القاعدة بتاعتنا أن كان وأخواتها اللي احنا اتفان عليهم كان وأصبح وأطحى وأمسى وظل وبات وصار وليس وقدام إن شاء الله هناخد ما زالة وما دامة وما برحة دي حاجات زيادة شوي ولكن اللي علينا كان أصبح أطحى أمسى ظل بات صار ليس طيب إيه القاعدة كان وأخواتها هي أفعال ناقصة ناسخة وطبعا عرفنا ناقصة عشان ملهاش فاعل ولا مفعول وناسخة قلنا النسخ يعني التغيير يعني بتغير فيه إعراب الجملة فبتغير إعراب القبر وبيجيبه منصور تدخل على الجملة الإسمية وحط تحتها متخط فترفع المبتدأ ويسمى اسمها جميل قوي يعني المبتدأ ده ما ينفعش أقول عليه مبتدأ كان لا إنسى كلمة مبتدأ دي هنقول عليه اسم كان وبيكون مرفوع طيب والخبر وتنصب الخبر ويسمى خبرها طيب بعد ذلك إيه أخوات كان نرجعهم تاني كان أصبح أطحى ظل أمسى ظل بات صار ليس وطبعا قلنا إن في بعض الحاجات الزيادة زي ما دامة وما زالة وما برحة وهكذا ولكن إحنا اللي علينا هما دول فقط إيه في هذا العام طيب في بقى ملحوظة مهمة جدا جدا بس إحنا هنقشها مع بعض على هيئة مثال حتى نفهمها بشكل أوضح طيب أحبائي بيقول لي خلي بالك إن الفعل المضارع والأمر من هذه الأفعال يأتي ماذا آه قال لي بيعمل عمل الماضي يعني أنا لو جالي فعل مضارع أو فعل أمر من كان وأخواتها أنت بتشتغل عليه زي وزي الماضي بالظبط يعني ما تخافش وما تقلقش يعني لو جيت قلت لك مثلا كان جبت منها يكون ده الفعل المضارع أو جيت قلت لك الفعل الأمر كن هتقول لي ده كده مش من كان وأخواتها لا بالعكس يبقى هي كده من كان وأخواتها عادي جدا وبتعمل عمل الماضي يعني يه كلمة تعمل عمل الماضي اللي أنا كاتبها لكو دي يعني إن هي بتشتغل عادي جدا بترفع المبتدأ وبتنصب الخبر يبقى أنا لو جي قال لي كان يكون يقول لي كن عادي جدا ما فيش أي مشكلة ولكن اللي هيفرق بس بدل ما كنت بقول فعل ماضي ناقص ناسخ هقول فعل أمر ناقص ناسخ أو هقول فعل مضارع ناقص ناسخ وهكذا طيب أنا أحب إن أنا أقول لكم مثال حي على هذه القاعدة يلا بينا نشوف يلا بينا طيب أحباء طلاب خلينا كده نشوف مثال حي على القاعدة اللي احنا قلناها احنا قلنا إن كانوا أخواتوها إذا أتى منها الفعل المضارع أو الفعل الأمر فهي تعمل عمل الماضي طيب خليونا كده ناخد مثال عشان نفهم خليونا ناخد مثال لما جا أقول لك مثلا في نص عندنا في المنج اسمه كن قويا أنا عندي هنا أحباء طلاب جايب لي كلمة كن كن ده الفعل الأمر من فين أحسنتم من كان طيب هل ده مصر يشتغل معنا عادي جدا ما فيش أي مشكلة وما تخافش يبقى أنا هقول له كن ده بدل ما كنت بقول فعل ماضي ناقص ناسخ هقوله إن ده فعل أمر ناقص ناسخ يبقى أنا هاجي كده في الإعراب أحبائي هقوله إن ده فعل أمر ناقص ناسخ جميل أو يعني إيه اللي تغير كلمة أمر بس بدل ما كان ماضي خلناها أمر طيب أحبائي كن ماذا يعني مين هو بيكلم مين كن أنت طب كلمة أنت دي موجودة هنا لا يبقى إحنا هنا هنقول إن اسم كن ضمير مستتر يعني ضمير مستتر يعني ضمير مش موجود ضمير مستخبي فأنا هقوله لازم نكتبها خلي بالك ده حتة مهمة جدا هقوله إن اسم كن ضمير مستتر تقديره إيه أنت أحسنتم بارك الله فيكم طيب كن أنت قويا آه يبقى قويا هنا يا جماعة هي الخبر بتاع إيه بتاع كن طيب أنا والله قلت اسم كن ضمير مستتر تقديره أنت وده كده في محل إيه في محل رفع يبقى أنا عندي اسم كن يا جماعة ده كده في محل رفع طيب تعالى حضرتك بالنسبة لكلمة قويا أنا عندي في كلمة قويا هقول والله آه ده دي الخبر بتاع كن طب الخبر بتاع كنا وأخواتها كان منصوب ولا كان مرفوع أحسنتم كان منصوب وبالتالي أنا هنا برضو هقول إيه خبر كن منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو علامة النصب الفتحة برك الله فيكم يبقى أنا عندي أحباء الطلاب إن أنا بقول إن كانوا أخواتها لو جبت منها فعل مضارع أو فعل أمر عادي جدا اوعد خاف طيب تعالوا أحباي ناخد مثال بقى على الفعل الإيه على الفعل المضارع أنا هاجي أقول لك والله مثلا يكون الولد متفوقا آه تعال هنا بقى كده حبيبي الطالب يكون يكون ده كل اللعبة اللي احنا نعملها إنه هو بدل ما كان بيجيب لفعل ماضي هقول عليه إن ده فعل مضارع ناقص ناسخ فقط لا أكثر ولا أقل جميل من اللي يكون الولد يبقى الولد أقول عليه إيه اسم يكون مرفوع وعلامة رفعه الضم عشان ده مفرد وعلامة رفعه الضم ممتاز طيب متفوقا أنا حتى عطت لك هنا التنوين بالفتح يبقى أقول له متفوقا هقول له رقم 3 أحبائي خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة طب ليه الفتحة يا مستر الفتحة علشان ده إيه مفرد وبالتالي أحبائي دي القاعدة بتاعت يعمل الفعل المضارع من كانوا أخواتوها أو الفعل الأمر من كانوا أخواتوها يعمل عمل الماضي يعني برضو بيرفع مبتدأ وبينصب خبر أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الحتة دي تكون وضحب بالنسبة لكم طيب أحبائي هيا بنا نكمل الدرس هيا بنا خلونا كده نستكمل مع بعض باقي الأمثلة الموجودة في الدرس ولكن إحنا حبينا بس نوضح القاعدة اللي إحنا قلناها عشان يبقى فيه تطبيق مش مجرد القاعدة بتتقال كده وخلاص لا إحنا عايزين يبقى فيه تطبيق شامل على كل حاجة بنقولها طيب أحبائي نرجع بعد ذلك بيقول لي إيه بيقول لي خلي بالك إن إحنا سميناها أفعال ناقصة يعني كانوا أخواتوه أفعال ناقصة علشان مالها ليس لها فاعل ولا مفعول تمام طيب وبالنسبة حضرتك ليه ناسخة لأنها تغير في معنى الجملة طيب إيه اللي بتغير أو بتغير في الجملة عمتا يعني هي بتغير في الخبر بتخلي الخبر في الإعراب منصوب طيب خلونا نستكمل بعد ذلك التدريبات في هنا شوية تدريبات حلوة جدا عايزين نركز عليها ونشتغل عليها ونطبق ونفهم بيقول لي البابان مفتوحان آه بيقول لي والله حضرتك أدخل كان أو إحدى أخواتها يعني دخل كده كان أو إيه أو أخواتها ونشوف بيقول لي كان البابان مفتوحين خلي بالك أنا مركز لك قوي على الحاجات اللي فيها موثنة والجامعة مذكر سالم والجامعة مؤنث سالم علشان ما نجيش نطلبط في الامتحان يبقى خلي بالك قوي سبت في دماغك إن أنا عندي خبر كان بيكون منصوب عشان ما حد الشي يجي ويخليه مرفوع يبقى هي دي الفكرة اللي إحنا بنلعب عليها في الامتحانات أو الفكرة اللي إحنا بنشتغل عليها في الامتحانات طيب يبقى البابان مفتوحان لو قال لي حطتك أنا وأخواتها هقول له ماشي كان البابان مفتوحين طيب تعال بعد ذلك التلميذات مجتهداتهم أنت لو جيت للتلميذات مجتهدات بيقول لي دخل عليها ظلة هتبقى عاملة زي اتفقنا المبتدأ هنسميه اسم ظلة وهنجيبه مرفوع طيب الخبر مرفوع والله منصوب أحسنتم يبقى منصوب يبقى أنا أقول له التلميذات مجتهداتهم هتبقى ظلت التلميذات مجتهدات وخلي بالك من حاجة أن أنت لازم أن تشوف اللي جاي بعد الفعل الناسخ هل هو مذكر أم مؤنم يعني أنا ما ينفعش أقول ظلت تلميذات لا أنت لازم أن تشوف الكلمة اللي جاي بعد كانوا أخوتها لو مؤنث يبقى حطلها التاء يعني أقول ظلت كانت أصبحت أمست ليست وهكذا دي برضو ملحوظة نخلي بنا منها هقول له هنا إيه ظلت التلميذات مجتهدات طب يا مستر كلمة مجتهدات ديها تعرف إيه هنقول خبر ظلت منصوب وعلامة نصبه أو علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم المثال الثالث يقول يا أحبائي المهندسون نشيطون دخل عليها صارة إحنا أقول أن صارة دي تفيد التحويل يعني يتحول من الحالة لحالة فهقول له صارة المهندسون نشيطين إذن لو أنت ركزت معايا هتلاقي أن أنت بتركز أهم حاجة الخبر هو اللي بيكون إيه منصوب يبقى أقول له صارة المهندسون نشيطين يبقى نشيطين هي خبر صارة منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ماذا جمع مذكر سالم طيب أحبائي بيقول لي ضع خبر مناسبا في كل مكان خال مما يأتي تعال كده نكامل ونشوف بيقول لي كان الرجل حط حضرتك كلمة ويقول لي العلامة العربية بتاعتها كان الرجل ماذا ممكن أقول له مثلا والله كان الرجل لطيفا يبقى لطيفا دي آه طب دي مفرد ولا مثنى ولا جمع أحسن دي مفرد فنقول له علامة النصب الأيه الفتحة طيب نأخذ مثالا آخر عندما أقول لك صارة الولدان ماذا آه دا دا كنا مثنى طيب المثنى في علامة النصب كانوا أخوتها يبقى بيجي ايه منصوب الياء يبقى أنا أقول له صارة الولدان مجتهدين طب عايز العلامة الإعربية حضرتك هقول له الياء طب إيه السبب لأنه مثنى طيب نأخذ المثال الثالث ليس الكذب آه ليس الكذب ماله بقى حلالا يبقى أنا هقول له هنا جميل جدا يبقى ليس الكذب حلالا يبقى هقول له أن حلالا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب شمعنا الفتحة؟ لأنه مفرد وخلي بالكوا يا جماعة أن ليس الفعل الوحيد من الأفعال الناقصة النسخة اللي يفيد أن نفي أما الباقي يفيد الإثبات طيب أنا حابب بصراحة أن إحنا ناخد الآخر فكرة أو آخر مرحلة في التدريبات والنقشها سوا على الصبورة فهيا بنا خلونا نقش كده آخر فكرة موجودة معنا في التدريبات سؤال مهم جدا جدا يقول لي احذف الناسخ من الجمل التالية معنى كلمة الناسخ يعني كانوا أخوتوه نتعود بقى في الحتة دي أن كلمة ناسخ خلاص يعني كانوا أخوتوها وخاصة لما يقول لي استخرج فعلا ناسخا والسؤال اللي بيجيلي في الامتحام برضو في الاستخراج بيقول لي استخرج فعلا ناسخا واسمه وخبر يعني أنت هتجيب الاسم والإيه والخبر ومع الفعل الناسخ طب يعني يا مستر فعل الناسخ يعني كانوا أخوتوه ده بقى نوعية سؤال حلوة جدا إيه هي بيقول لي احذف الناسخ يعني أنت هتشيل الناسخ وترجع الجملة للأصل طب تعالك إنا نشوف أولا لما أجي أقول لك كان الطالبان مشتهدين لو أنا عايز أشيل كان هو كان كانت بتنصب الخبر طب لما شيل كان إيه اللي يحصل يبقى هنرجع الجملة زي ما كانت كانت جملة اسمية مكونة من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع لكن لما كانت بتخش بتخلي المبتدأ مرفوع والخبر ماله منصوب طيب أنا لو حذفت دلوقتي كده كلمة كانة إيه اللي هيحصل هقوله الطالبان مجتهدين آه يبقى كل حاجة رجعت لإيه لأصلها ينفع أولي الطالبان مجتهدين غلط يبقى أنا لما شيل كانوا أخواتوها اللي كانت عاملة مشكلة وكانت مؤثر على الخبر يبقى شيل النصب من الخبر طيب تعالى مثال آخر صارة العاملون مخلصين جميل أوي أنا بقى لو شلت كلمة صارة دي إيه اللي هيحصل ينفع أولي العاملون مخلصين لا ما ما بقاش فيه سفل النصب يعني أنا كنت بقولي الكلمة دي كلمة مخلصين منصوبة علشان صارة من أخوات كانت تنصب الخبر طب أنا لو شلت صارة دي خلاص شكرا يبقى كده الموضوع انتهى يبقى أنا هقوله العاملون مخلصون طيب المثال الأخير وخلي بالك معايا عشان فيه يعني حاجة مهمة كده كنا صادقين في كلامنا آه ده هنا المستر عايز يضحك علي وجاب لي ضمير لازق فين في كانوا أخواتوه طيب كنا نحن آه لا استنى بقى استنى كنا ده ماله آه ده كده فعلا ماضي نقص إيه ناسخ طيب كنا نحن صادقين في كلامنا يبقى أنا عندي يا حبائي كنا لو أنت شلت الكاب دي أو كان دي هتبقى إيه المفروض تبقى ما ينفعش أقول صادقون ولا ينفع أقول صادقين في كلامنا لا ولا ينفع أقول صادقون همهل هقول إيه نحن الضمير اللي كان مستخبي أو اللي كان مستطر هيرجع تاني فهقوله كنا صادقين لا 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 سواني كده بقى سواني يبقى أنا هقوله كنا صادقين هقوله نحن صادقون في كلامنا يعني من الآخر كده كنا هتبقى إيه شل بقى إيه شل كان دي خلاص مالهاش لازمة هتبقى نحن صادقون في كلامنا طب ليه قلت صادقون من الصادقين أحسنتم لأننا عندي هترجع الجملة كما كانت للأصل طيب دول كده أحبائي أهم تلات نماذج على هذه النوعية من الأسئلة وخلي بالك من الجزية الأخيرة اللي بتاع كنا صادقين في كلامنا أنا عندي كنا دي لما بتجي تشيل كان هتبقى إيه نحن يبقى أنا أحط هنا إيه نحن طيب أحبائي ننتقل بعد ذلك لكي نلخص ما ذكرنا في كانوا أخواتوها هيا بنا طيب أحبائي كده نتذكر معا يبقى أنا عندي كانوا أخواتوها قلنا عليها أن هي أفعال ناقصة ناسخة بتدخل على الأنهي جملة الجملة الإسمية أحسنتم بتعمل إيه ترفع المنتدى وتنصب الخبر طيب عشان نختم بقى كده مع بعض نقول بقى كانوا أخواتوها كان أصبح أضحى أمسى ظلّى باتى صارى ليسى هم دول أخوات كانة وزي ما نفتكر كده مع بعض أو زي ما نذكر كده مع بعض إن كانوا أخواتوها تفيد الإثبات ما عاد ليسى تفيد النفي أتمنى من الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح الدائم إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في حفظ الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر